قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ربنا سيشفي الغيذ والغضب المكتوم في صدور أمهات شهداء في صدور آباء شهداء هيشفي صدور أرامل قتل أزواجهم أيتام قتل آباءهم مش لازم تكون المنفعة عائدة عليك انت شخصيا مين اللي قاتل أبو جاهل اتنين من شباب الأنصار سنهم 16 سنة معاذ ومعوذ ابن عفراء راحوا سألوا ابن مسعود عمه عمه فين أبو جاهل قال لهم انت مالك ومالك عايزين نعرف هو فين قال لهم هو اللي هناك ده فشوردهم عليه فراحوا قتلوهم الاتنين ليه لا عمل لهم حاجة لا لكن إخوانهم هما سمعوا عن أبو جاهل وعن اللي عمله وعن ضربه للسيدة أسماء بنت أبي بكر وعن 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 قتله للسيدة سمية للسيدة سمية فربنا جعلهم سبب في شفاء غيظ وغضب آخرين طيب داي ورينا إيه إن مش لازم تكون المنفعة عائدة عليك أنت شخصيا مباشرة من القتال القتال فرض في الإسلام للدفاع عن حق المظلومين بصفة عمه وليس دفاعا عن النفس فقط وكل من يقول الجهاد هو للدفاع عن النفس ويسكت فقد أساءل الإسلام جعل الجهاد شعيرة أنانية من يقاتل فقط للدفاع عن نفسه إنسان أناني ولا يقاتل لله يقاتل لنفسه هو يبع عشان يشفي صدره هو أما المؤمنين فهم من لربنا استخلفهم في الأرض لإقامة دولة العدل والإحسان قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ثم يؤكد القرآن على هذا المفهوم فيقول ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ما قالش ويذهب غيظ قلوبكم قلوبهم هم ما نستنين غيركم بس أنتوا هتبقوا السبب في ذهاب الغيظ المكتوم الغضب المكتوم لجواه يعني هتقاتلوا واتضحوا بأنفسكم وأموالكم من أجل آخرين شوط المسلمين من للمظلومين غيركم يا أهل القرآن من للضحايا غيركم يا أهل القرآن يأخذ بثقرهم يأخذ بحقهم هكذا يا جماعة رأى الصحابة أنفسهم وهم في الغزو لم يروا أنفسهم محتلين ما حدش احتل العراق ما حدش احتل مصر ما كانش دي رؤيتهم لنفسهم أبداً كانوا محررين لما رزتم قائد جيش الفرس وقف ربعي ابن عامر أحد الجنود المسلمين الصغيرين وقال له انتم مين يا ابن انتم إيه اللي جايبكم انتم شوية حفاع ورارع الشاة جايين من الجزيرة العربية حتى من الصحرة جايين تحربوا أعرق الحضارات حضارة عمرها ألفين سنة حضارة الفرس انتم مين قالوا نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة يا جماعة الحرية مقصد رئيسي من مقاصد القتال تحرير الناس من استعبادهم من استعباد التواغيط لهم ثم تعبيد الناس لله اختياريا يعني نقول للناس أن العبودية لله هي التي تحرركم ثم ندعهم يختارون لا يجوز إكراه أحد أبدا أبدا يبقى الميزة السادسة هي أن الله سيذهب غيظة قلوب قوم